إلى فئة ذوي الهمم تتقدم التلميذة نور دعاء توهامي وهي التي تحصلت على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 18.08 أصيلة وليت الصطيف تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافاة مالية من السيد رئيس الجمهورية يتقدم التلميذ البصير إبراهيم بن أحمد هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.89 أصيل ولاية ميلا يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافاة مالية من السيد رئيس الجمهورية يتقدم التلميذ السميع محمد عامر وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17.54 من مديرية طربية بالجزائر وسط يحظى بشهادة هدية ودرع تكريمية ومكافاة مالية من السيد رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر